السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الفيديو ده هنبتدي نتكلم على أول نوع من أنواع الأجهزة اللي موجودة في اسمة بلاس اللي ليها علاقة بالتعامل مع المواد الصلبة أو الـ Solid Handling بشكل عام الأجهزة اللي احنا نتكلم عليها هي Size Reduction Equipment أو الأجهزة اللي بتستخدم علشان تقلل الحجم بتاع المواد الصلبة اللي احنا بنبقى شغلين بيها الأجهزة اللي بتعمل المهمة دي بتتقسم يعني في العادي بتتقسم لنوعين نوع اسمه ونوع اسمه الـ Grinders أو الكسارات والطواحيم فإحنا هنتكلم على الفرق بينهم كمان شوية بس يعني أنا حابب يبقى يبقى واضح إحنا هنتكلم في إيه المرة دي المرة دي هنتكلم يعني مش هنتكلم على اسمة بلاس نفسه فإحنا هنتكلم على الأنواع الكراشرز اللي موجودة إن هو اسمه بلاس بيسمح للمستخدم إن هو يقدر يختار نوع من حوالي عشر أنواع مختلفة من الكسارات أو من الطواحيم فأنا شفت إن هو ممكن يبقى من المفيد إن إحنا نعمل نوع من أنواع المراجعة السريعة عليهم أو إن إحنا سواء بقى حد مش عارف أو حد يعني عارف المعلومات دي ونسيها فنفتكر شوية هو بيشتغلوا إزاي وإيه هي الطريقة اللي هما بيشتغلوا بها لأنها هتبقى مهمة إن الواحد يبقى عنده تصور للجهاز ده بيشتغل إزاي وبيعمل إيه فده حيبقى أساساً الموضوع بتاع الفيديو ده المرة الجاية إن شاء الله حيبقى على المعادلات المستخدمة بحيث نفهم هي إيه المعادلات اللي إحنا هنقابلها في اسمن بلاس دي ونقدر نبقى عندنا فهم البعض الترمات اللي موجودة فيها أو بعض المتغيرات اللي موجودة فيها نبقى فاهمين معناها إيه بحيث إن إحنا لما نبتدي نتكلم في اسمن بلاس نبقى عندنا يعني خلفية معقولة نقدر على أساسها نكمل الشغل ونبقى عارفين هي المعطيات دي تبقى مفروض تبقى في أرقامها عاملة إزاي أو ندور عليها فين أو نلاقيها فين وكده فده حيبقى المرة دي والمرة اللي بعدها واللي بعدها إن شاء الله حنبتدي بقى نشوف في اسمن بلاس فتاني يعني المرة دي إن شاء الله هو الهدف منها إن إحنا نراجع على أنواع الأجهزة اللي موجودة ونفهم هي بتشتغل إزاي وبتعمل إيه فالأول عشان بس نبقى متخيلين إيه الأجهزة دي شغلتها إيه هو الكراشر والجراندر زي ما قلنا هي حاجة بتقلل حجم المواد الصالبة فهي شغلتها إنها يعني الجهاز نفسه بيأثر بفورس أو بقوة على المواد الصالبة دي فيكسرها الأجزاء أصبر فيعني لو حد عايز يبقى عنده تصور بردو شوية هي بتشتغل إزاي فيه مثال ضريب جدا جدا إيه كسرت البندو أو كسر إيه المكسرت إيه بتبقى عبارة عن دراعين وبيضغطوا فلما بضغط بيكسر المواد الصالبة دي فبيبقى أنا ببقى محتاج أبزل طاقة وجهد على المادة دي علشان أقدر أكسرها والكسر ده بينتج عنه إن بدل ما أنا عندي السطح الخارجي بس هو اللي موجود لأ دا المادة الصالبة بيبتدي السطح المعرض للهوى بره بيبقى كتير بيكتر لأن أنا بدل ما أنا عندي السطح الخارجي بس لأ دا أنا بكسرها فالجزء اللي الكسر دوت ظهر منه سطحين وكل واحد منهم حكسره حيطلع منه سطحين أو أكتر على حسب عدد المواد أو عدد الجزائيات اللي هتطلع منه فهو الطاقة اللي أنا بعملها دي بينتج عنها زيادة في السطح الموجود يعني الكراشرز دي بقى ممكن أو الكسرات ممكن تنقسمها هي في قسم بلاس الاتنين بالنسباله وحدة واحدة يعني هنشوهم إن شاء الله لما نجي نتكلم في قسم بلاس هما الاتنين حاجة واحدة جوة بقى بقدر أختار هي مثلا كسرها أو طحونها يعني على حسب الاختيارة اللي أنا عايزة أختارها فالكسرات فيه نوع منها بيقسمه الكورس كراشر اللي هو للجزائيات الكبيرة وفيه الانترميديات اللي هي بتبقى حجمها أصغر شوية وفيه الجرايندرز اللي هي اللي بتحول لطحين يعني الحاجة مطحونة يعني هي بتطحن المادة فعيس انها تحولها المادة بودر يعني بودر في العادي لو أنا عندي مادة صلبة موجودة بحجام كبيرة فأنا في العادي لو أنا عايز أوصلها لجزائيات صغيرة أكسرها لجزائيات صغيرة فأنا بحتاج أعديها على كذا مرحلة ما فيش كسرة واحدة بالقدرة إن هي تدخل لها حاجة من هنا من ناحية وتطلع لك من ناحية تانية بودرة يعني حاجة نعمة جدا ففي العادي أنا بيبقى عندي كذا وخصوصا لو هي مادة صلبتها عالي يعني فبالتالي أنا بيبقى عندي كذا مرحلة في بيبقى عندي حاجة اسمها البرايماري والساكنري دي برضو حاجة حنشوفها في اسمان فلس يعني فيه هو المرحلة الأولانية اللي هي بتبقى بتكسر الجزائيات الكبيرة الحاجة أصغر شوية وبعد كذا الساكنري من أصغر لأصغر وهكذا وحيانا بيبقى فيه مرحلة تالتة وعلى حسن بقى المواد الصلبة دي حجمها عامل إزاي وأنا محتاج كم مرحلة أو كده لما أنا بيجي أكسر أي مادة من المواد أو مادة صلبة يعني أنا في الحقيقة بيبقى قدامي حاجة من أربع مودز يعني أو أربع طرق للتكسير الطريقة دي ممكن تبقى في جهاز أو مش موجودة في جهاز ثانية على حسن بنوع الطريقة الكسر بيتمبها ودي حاجة لما حنخلص بقى إن شاء الله نتكلم على الأجهزة حنبتدي حنرجع تاني للأنواع دي ونحاول نشوف مين فيهم المناسب لأنهي جهاز ففي حاجات بتبقى بالكمبلاشن لأن أنا زي كسرت البندو كده أنا عندي حاجتين بيضغطوا فالضغط ده هو اللي بيكسر المادة صلبة في حاجة اسمها الإيمباكت الإيمباكت يعني زي كده لو في حاجة طايرة واقع مثلا زي مثلا الناس اللي بيدربوا كرة البيسبول مثلا هي الكرة بتبقى طايرة وهو بيمسك حاجة ويخبطها وهي طايرة هو مش بيضغط بينها يعني مش بيفعصها بين سطحين لا ده هو بيخبط خطة جاندة فبتكسر فده اسمه الإيمباكت الإيمباكت شبهوا جدا بس هو الفرق بين الاثنين إن الإيمباكت بيبقى أكتر لو أنا الكسر دوت بيكسر المادة نفسها من جوة يعني هو بيقسمها لأجزاء من النص يعني مثلا بيقسمها نصين ثلاثة ثلاثة ولا حاجة الإيمباكت بيكسر حتة من برة يعني هو مثلا هي كبيرة كده فحتة تقع من هنا حتة تقع من هنا حتة تقع من هنا حتة تقع من هنا يعني هو في الحالتين هو نفس الحكاية يعني لو قصينا على الراس ما هتلاقيها تقريبا هي هي الابريجن هي بتبقى بدل منى فرصة القوى اللي أنا بابزلها بتبقى عمودية على المادة الصلبة لا هي بتبقى موازية ليه فبتأكل في السطح بتاعها وهي نتيجة للشيرة دوت للحركة الموازية دي فهما دول الأربع طرق هنبتدي نتكلم على أنواع الكراشرز اللي احنا هنقابلها في أسمة بلس فيه أنواع أكتر بس هو يعني الكراشرز أنواع كتير جدا 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 بس هما دول الأشر أنواع اللي موجودين ودول اللي هتكلم عليهم وأظن أن يعني هيغطوا معظم الطرق بتاعة الكراشنج اللي موجودة فأول نوع حاجة اسمها الجو كراشر الجو كراشر الجو اللي هو الفكة اللي هو البوء بتاعنا فالفك ده عشان بس نبقى فهمين هو إحنا بنأكل إزاي إحنا عندنا الفك السوفلي ده بيتحرك يطلع وينزل يطلع وينزل يفعص الأكل وبعد كده الأكل دوت يتكسر جوه البوء فلو هو داخل مثلا بحجم البهير بيبتدي يتكسر قطع صغيرة فنقدر نبلعها هنا كلها والمعدة تستفيد منها فده اللي بيحصل في الفك إنه هو في جزء ثابت وفي جزء متحرك وإن الجزء المتحرك دوت بيطلع وينزل أو بيقرب ويبعد يعني فهو ده اللي بيحصل هنا بالضبط إن أنا عندي هو اسمه جو كراشر لإن أنا عندي فك ثابت وعندي فك متحرك وكل بقى الهيسة دي كلها هدفها إن أنا بس إيه أدي الحركة من المطور علشان أوصلها لنا في بقى البكرة دي مش عارفه بتحرك التروس والتروس مش عارف بتعمل إيه يعني قصة طويلة كده مهمة في الآخر إن ده اللي بيتحرك كده وكده والمواد الصلبة بتنزل هنا أنا بقى بتحكم في حجم المواد الصلبة اللي هتخرج من الفتحة اللي في الآخر يعني كإن ده مثلا ده البلعوم عندنا مثلا ولا الزور ولا هيا كان اسمه فهو ده المكان اللي بيخرج منه المواد الصلبة في الآخر فهي مش هتخرج إلا لما حجمها يبقى أصغر من الفتحة دي فده اللي بيحصل وعشان كده يعني لو حد أكل حاجة كبيرة بتقف في زوره لإن هي زوره ضيق عليها فنفس الحكاية هي ده برضه ده الزور بتاع الجو كراشر أنا بقدر أتحكم في الفتحة دي من خلال الدراع ده الفتحة ده ممكن أقربه وأبعده بحيث أن أنا أتحكم في الحجم بتاع المواد الصلبة اللي خارجها الفيديو ده لطيف جدا هو بيورينا إزاي الجو كراشر بيشتغل فهو زي ما إحنا شايفين ده هو الفك الثابت وده هو المتحرك فهو بيتحرك بحركة يعني إيه إكسنتريك كده بحيث أنه هو بيكسر المواد الصلبة بأنه هو بيفعصها بين الاتين وهي طبعا بحكم الجاذبية المواد الصلبة حتنزل تحت فهي كل ما حتنزل كل ما حتنزل تضغط عليها أكبر وبالتالي حتنزل تكسر الدراع ده اللي بقولوك عليه بقى من شوية أنه هو ده ممكن يدي أو يوسع علشان يتحكم في حجم المواد الصلبة اللي خارجها فهده أول نوع من الكراشر ده هو الجو كراشر وواضح أنه هو بيخش له حاجات كبيرة قوي وبتخرج أصغر شوية النوع الثاني اسمه الكون كراشر الكون كراشر ده هو بهم من اسمه أنه هو في كون يعني يعني قرطاص يعني شكل مخروطي يعني فهو ده ده اللي بيبقى موجود فيه فهو بيبقى فيه شكل مخروطي كده والحركة بتجيله من من تروس هنا والحركة دي بتخليه يلف كده بس هو يعني بحيث أن المسافة بين القرطاص ده نفسه أو الكون ده نفسه أو السطح الخارجي بتاعه يعني وبين السطح الداخلي بتاع الكراشر نفسه هو ده اللي بيحصل عليه عملية التكسير فخلينا برضو نفهم الفيديو ده حاجة يسهل لنا الأمور شوية فهو لو لو جينا نبص عليه من جوه هو ده ده المطور اللي بيوصل الحركة وده الترس اللي جوه اللي بيلفه بتاعه فهو الكون بيلف بالمنطر ده لان هو بيلف كده ايه مش 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 بشكل سيمتري يعني هو بيلف يعني بيسموه اكسنترك يعني وده اللي بيحصل بقى ان هو طول ما هو بيلفت بيزنق أو بيفعص المواد السلبة دي بين الكون نفسه وبين السطح الداخلي بتاع الكراشر فهو ده الطريقة بتاعت الشغل بتاعه كويس يعني بسيط يعني هو شبه الجو كراشر بس الفرق ان هو الجو كراشر كان بيتحرك في اتجاه واحد ده بيتحرك في 360 درجة يعني الاخوه بقى اسمه الجو كراشر يعني هو احيانا ممكن يعني الناس ما تبقاش تقدر توضح او تعرف الفرق بينهم ايه يعني بس هو الفرق الواضح شوية ان هنا فيه فيه شافت طويل شوية يعني فيه عمود طويل بين الى الحركة بدل ما هو كانت الحركة بتروح على طول على الكون دي بتروح عن طريق الشافت الطويل ده فهو الجو كراشر لو بصلنا على الفيديو هتلاقي هو تقريبا هو هو يعني ما فيهوش فرق كبير بين الاتنين هو هيلف كده وبعدين اهو يعني هنشوف دلوقتي اهو والموادسة الارضو هتنزل هنا وهتتفعص بين الشكل المخروط ده وما بين السطح الداخلي وهي هي تقريبا فيه فرقات بينهم بقى من ناحية طيب مين فيهم يقدر يتعامل مع مواد صلبتها اعلى مين فيهم يبقى الكباسيتي بتاعته اعلى فيه تفاصيل كتير له حد عايز يبقى يبص فيها او يحاول يقرأ فيها يعني الموضوع الكراشرز بشكل عام تفاصيله كتير جدا جدا وفيه حاجات كتير محتاجة حد يبقى متخصص شوية عشان يقدر يفهمها فده النوع الثاني النوع الثالث من الكراشرز اسمه الرول كراشرر الرول كراشر دوت هو في يعني اعتقد هو بيستخدم في حاجات كتير ويمكن هو الدابل رول ده هو الاكتر والرول ده ايما يبقى بكرة واحدة اي شكلها استواني يعني انت لو وصلت عليها جوه هتلاقيها هتلاقي شكل استواني كده وفيه هنا الدابل رول كراشر دوت مشهور قوي قوي في الريسايكلين بتاع البلاستيكس يعني لو حد عنده مواد بلاستيكية ولا حاجة وفيه فيديوز كتير رتلاقي ان هو بتاعتين بيلفوا كده وفيهم ليهم سنان واي حاجة تخش بتتحشر بينهم وتطلع متفتفتة الناحية التانية فده ليه ابليكيشنز كتير جدا في ان هو لو مثلا عندك مواد زي ما قلنا بلاستيكس كده عايز تعملها ريسايكلين فانت لازم تحولها لأول لمادة صغيرة الجزايات صغيرة عشان مثلا انت تسياحها عايز تخلطها مع عجل تاني ايه ان كان نوع بقى المعالجة اللي انت هتعملها فده بيبقى من الانواع المشهورة قوي اللي هو الدبل رول ده بيبقى الكراشنج بيحصل ما بين البكرتين يعني هو بيدخلوا يتفعصو كده وينزلوا من تحت متفتفتين يبقى يعني شبههم بس بدل ما هو بيعمل الكراشنج بينهم وبين بعض بيعمل الكراشنج بينه وبين السطح بتاع الكراشر من جوه في نوع بعد كده بقى الهو اسمه الملز هنلاقي يعني لما نتكلم على الميلزة الميلزة في العداية يقصد مقصود بيها الطواحين في العداية. ل reductions يتكلم على الميلزة سنوش اجتدا على حاجة بتبقى الخاجة الخارج بي现صغير مقرنة بال أي لو جاءنا نظر على الحاجات دي حتلاقيها الخارج منها جبير الجو والزليل جياراتورى والكون بيخراجوا مواد الحجم سنوار الآخر ن Egipto MVP فهي بقي من اجمنا بقرنة الخارج مود من الكراشنج أو بشكل عام فمنها الامباكد. فالامباكد دوت يعني هو يعني حرفينه هو بيبهدل المواد الصالبة داخلية. حاجة ده خلاله يروح خبطها فتخبط في حيطة فترجع له يخبطها تاني ترجع وتفضل بقى رايحة جاية كده يعني لغاية لما تتفتفت خالص وتبقى حاجة صغير جدا. البكر يعني هي بتبقى البكرة هي والمواد الصالبة داخلها وليها وليها زي شواكيش كده متثبتها فيها. فهي بتلف بسرعة جدا جدا هتروح رزعها تخبط في الحيطة دي تخبط في الحيطة دي فتفتفت خالص بقى. فده ده الفكرة عشان كده اسمها كويس. فلو جينا نبص على الفيديو ده هو هي بتبقى الشكلة ده اللي بيحصل فعلا. الحاجة الصالبة تدخل وعشان كده فيه هنا يعني يمكن دي ما 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 شفناش الشكل ده في الكراشرز اللي قبل كده. ان يبقى فيه فيه حطان محطوطة بزاواية معينة اصاد الكراشر نفسه. لان هو ده ده شغال كده هو هو بيخبط الحاجة لغاية لما يفتفتها. فهو لازم يخبطها في سطح قريب علشان تبقى واخدة كل القوة بتاعتها فتخبط تتفت يعني. فده ده اللي بيحصل. بعد كده بقى بيبقى فيه يعني نعمل في الاخر كده عشان لو في حاجة كبيرة في موقت ما ما تكسرتش بالحجم المطلوب ولا حاجة نقدر يعني ما تطلعش مع الفيديو ده يعني. في بعد كده حاجة اسمها الكيت جمل. الكيت جمل ده يعني هو التصميم بتاعه معقد شوية عشان كده انا حاولت اعمل الرسمة دي علشان تسهل الامور يعني تخلي الموضوع اسهل التصور يعني. يعني تخيلوا ان احنا عندنا دول الانواع من يعني اسمه ايه ده دايرة متكونة من من عواميد. وان في دايرة تانية متكونة من عواميد برضو بس بقطر بتاعها اصغر وان الاتنين جوه بعض. واننا بدخل المواد الصلبة في النص بين الاتنين. بين الدايرة اللي جوه دي وبين الدايرة اللي برا دي. يعني المواد الصلبة بتبقى في الحتة اللي في النص دي. واحدة فيهم بتلف في اتجاه عارب الساعة واحدة تانية بتلف في عكس اتجاه عارب الساعة. فالاتنين قاعدين بيلفوا كده. واحدة كده واحدة كده. يعني معرفش بتاع اي جاي. المهم يعني حيلفوا كده. لغاية لما المواد الجوه دي تطلع برا العواميد. طب هي تطلع بينهم امتى لما يبقى حجمها اصغر من المسافة بينهم. فهو ده اللي بيحسن. هم هتقعد بقى تتخبط هنا تتخبط هنا تتخبط هنا. يعني ده هيبقى اكتر شير شير فورس يعني. لغاية لما تبقى حجمها يصغر خالص فتقدر تطلع من بين العواميد دي. الفيديو ده برضو لطيف بيشرح شوية الطريقة عمله. خلينا انا عايز بس اوقف هنا ثواني. يعني لو بس تبقوا متصورين ان اللي برا دي بتلف في اتجاه واللي دي بتلف في اتجاه تاني. يعني هو ده اللي انا كنت لسه بقوله حالا. يعني يمكن سريع شوية يعني ممكن تبقى صعب على عين انها تشوفها بس هو ده اللي بيحصل يعني. فعبال بقى ما تطلع ما بين الزحمة دي كلها تكون بقى بقى تتفتت خالص فتطلع على شكل ايه بودر يعني. نيجي بعد كده الحاجة ثانية اسمها الهامر ميل. الهامر ميل ده شبه الامباكت ميل شوية بس مع اختلاف مهم جدا. ان الامباكت ميل احنا كنا حطين الميل البكرة دي والمواد برضو نزلها من فوق وهي بتروح خطاها فتفتها لحيطات صغيرة بس هي كان قدامها حيطان او 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 اسطح بتخبط فيها للمواد دي. اه هنا ما عنديش كده انا عندي هنا السطح الدخيلي دوت هو اللي بيساعد في عملية التكسير. اه الحاجة تانية ان الشوكيش المتثبتة في دي هي مش ثابتة هي يعني حرة الحركة بتقدر تتمرجح يعني. فلو جينا نبص على البيض ده هنفهم شوية يعني لو هي هي الحاجات برضو هتدخل وتتبهد يعني وتتكسر بس لو ناخد بالنا الشوكيش دي بتاخد انيرشيا كتير يعني هي بتاخد بقى قوة وهي وهي نتيجة نتيجة لللف فدي بتخليها تقدر تخبط الحجم من ناحيتين يعني هي بتتمرجح وتاخد طاقة عالية وبعدين تخش تهبط في في المواد الصادمة دي لغاية لما تفتفتها خالص. هنلاقي برضو ان في تحت هنا في شبكة بحيث ان هي لو في حاجة اتكسرت بس لسه حجمها كبير تفضل جوه لغاية لما تتفتفت وتنزل وهي حتة صغيرة. فهي حاجة يعني عفية جدا يعني. حتى لو تاخد بالنا الحاجة بتدخل يعني ما بتلحقش بتبهدل على الاخر. فده ده الهامر ميل. يتبقى عندنا بقى نوعين مشهورين جدا جدا واشهرهم هو البول ميل. البول ميل ده اسمه طحونة الكور. طحونة الكور اسمه هم تسمي كده ليه لانه هو عبارة عن زي ما احنا شايفين كده استوانة كبيرة جدا مفرغة من جوه وملينا كور. الكور دي معمولة من مادة ليها صلابة عالية جدا جدا جدا. واللي بيحصل جوه البول ميل ان ان هي بتلف. فالمواد هو اللي بيحصل انا بحط الحاجة اللي انا عايز اطحانها دي. دي بتخش لها حاجة حجمها صغير وبتطلع نعمة جدا جدا بودرة نعمة زي الاسمنت كده يعني دي اللي بتبقى مهودة فعلا في مصانع الاسمنت علشان تطلع الاسمنت ناعم زي ما احنا بنشوفه كده. فهو البول ميل ده بيبقى عبارة عن احنا بنحط جدا 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 ج السيلة الكور بتطلع وبعدين تنزل تقع تخبط في الكور التانية والمواد الصلبة اللي انا عايز اكسرها دي محشورة في النص فتتكسر وتتفعص فده اللي بيحصل يعني عملية الطحن بتتم بالموضوع ده فتفضل بقى شغالة فترة لغاية لما كل الجزائيات الكبيرة تنعم خالص خالص وتبقى على مشاكل بوضو اخوها بقى اسمه الردمل هو هو بس بدل ما انا عندي كور انا عندي عندي عواميد يعني ردز يعني فالعواميد دي بتعمل نفس الفكرة ولو ناخد بقى ان هي برضو بتبقى بتقعد وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتطحم بقى اي حاجة في النص تتفعص بين الردز وبعضها لغاية لما تنعم خالص 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 لو ناخد بقى انا برضو من الحاجات اللطيفة في الموضوع ان احنا لو بصينا على الردز دي هنلاقي ان الاخطار بتاعتها مش سبتة يعني مش كلهم ليهم نفس القطر انها لو كلهم ليهم نفس القطر هتبقى مشكلة كبيرة لانها في الحالة دي انا هيبقى عندي فراغات بينهم والفراغات دي ممكن حاجات من الحاجات الصلبة تتحشر جوه وتطلع وهي لسه كبيرة فعلشان نملى الفراغات دي بقى بينهم فبقى اينا نحط ردز حجمها اصغر او القطر بتاعها اصغر بحيس ان هي تملى اي فراغ موجود فما تسمحش لاي حاجة تعدي الا لما تكون يعني اتطحنت بشكل جامل جدا الفيديو ده اللطيف انه هو بيورينا المواد الصلبة اللي داخل بتبقى شكلها عامل كده حاجة كبيرة يعني ولما بتخرج بتبقى ده 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 ماش حالك مانجنيز او لما مانجنيزها hay manjazzyام حاجة زي كده يعني. وطلعها نعمة خالص خالص كاانها يعني زي الطراب كده. فده رودمل. لو جاء مبوص باقى على rolledID size harassment Pulver او حجم المواد الصلبة اللي انا بتبقى عيني عليها. انا بشتغل بالcrushers او بالgrinders. انا اعتقد اند في هنای حاجة مش مزبوطة لان الثلاثة دول مش صح انا اسف ايه دي غلطة اه فحلاقي ان الجايراتوري كراشر والسينجل رول والجو والكون اللي هي الكراشرز بشكل عام بتاعت كورس بارتكليز اللي هي الجزئات الكبيرة حتى ان هي بيخشين لحاجات كبيرة او بتطلع حاجات متوسطة للحجم بعد كده عندي بقى الكيتج ميل والامباكت ميل والهامر ميلز اللي هي الحاجات اللي كان بيخشين لها المهدل الصالبة وتخبطها وتتفاشفاشها حياتها اصغر دي دي بتبقى في الانترميديت بارتكليز البول ميل والرود ميلز واي يعني حاجة تاني بتطحن تخليها باودر هيبقى هما دول بتوع الفاين بارتكليز يعني ده الهدف ان انا اطلع في الاخر اخد مواد متوسطة واخرجها نعمة جدا نشوف بقى حاجة تاني نرجع للبريكيج مودز دي انا ممكن تفكروا فيها براحتكو يعني بس الطريقة الكراشرز والدرايندرز دول بيشتغلوا بيها علشان يحققوا موضوع الكراشنج او الجرايندنج فحلاقي ان في حاجات كتير جدا معظم الحاجات بتاعت الكراشنج بتعتمد على الكمبريشن لانها بتبقى حاجات كبيرة ولازم تفعصها بين حاجتين يعني ممكن تلاقي بالنسبة للرولدز حلاقي فيها ابريجن واتريشن شوية حلاقي بالنسبة الامباكت ميل والهامر ميل هم اساسا امباكت لان هي تبقى حاجة طايرة اول واحد بطيارها ويعني يوم مفروض يبقى فيها شوية اتريشن كمان مع الامباكت البول ميل والرود ميل بيبقوا اكتر طبعا بريجن لان هي حاجة بتتفعص بين سطحين ممكن يبقى شوية كومبريشن نهاية طبعا مش 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 مية في المية كده ولا مية في المية كده بس هي الاغلب عليها كده فده ده يعني ايه الفكرة سريعا عن الانواع بتاع الكراشرز والكرايندرز انا طبعا فيه تفاصيل كتير جدا انا مش حضر اخش فيها علشان الوقت وعلشان انا مش 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 خبير في الحاجات دي قوي بس يعني انا اظن ان ده هو الواحد محتاجي بعرفه بحيث ان احنا لما نفتح السوفتوير نبقى عندنا تصور كويس الجهاز ده بيعملي وشكله عامل ازاي وانا متوقع نوع المعطيات اللي انا مفروضة ديها البرنامج تبقى عاملة ازاي فحنوقف هنا ان شاء الله والمرة الجاية نبتدي نتكلم على المعادلات وعلى حاجات تانية متعلقة بيهم من الناحية النظرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته